ننتقل إلى جدة مشاهدين ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية دكتور هشام مروع عضو اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام بداية ما الذي يمكن أن نقوله فيما يتعلق بهذا اليوم طبعا علمنا منذ البداية بأن الاتلاف رحب وطالب باستمرار هذه الضربات وعدم الاكتفاء ب59 صاروخا يومكم كيف كان اتصالات دولية هل من معلومات ممكن أن نتحدث عنها معك دكتور هشام هي متوفرة لديكم كانت اليوم مساء الخير لك وللإخوة المشاهدين الحديث عن معلومات الحقيقة تصدر في وقتها وتصدر بحسب طريقة الإعلان عنها لكن الآن المتاح والذي ينبغي التوقف عنده هو أن هناك توجها واضح تماما الإدارة الأمريكية مدعوم من الناتو مدعوم من مجموعة أصدقاء الثورة السورية والشعب السوري لأخذ على يد هذا الإجرام الذي يتم ويمارس بشكل غير مسبوك من سبع سنوات سبع سنوات كانت عجاف النظام كان يعني يعربد بشكل فاضح دون أي ردع يأتيه من المجتمع الدولي الآن يبدو أن الوضع اختلف نحن أمام مرحلة جديدة النظام أصبح هناك من يقوم بردعه من يتدخل لردعه بطريقة معينة تخدم توجه ما يراه هذا الرادع يفي بالغرض ما حدث حتى الآن دكتور هشام طبعا تطالبون بأكثر هذه الضربات طبعا ولكن ما تم يفي أم نتحدث عن محطة أخرى إن كان بالضربات أو بخطوات أخرى يعني الواقع نحن نتمنى أن تكون هذه الضربات التي تمت قد أوصلت رسالة جدية مفادها أن على الأسد وحلفاء أن يسيروا بالحل السياسي وتبدأ عملية انخراض جدية في مفاوضات الحل السياسي في جنيف وأن فعلا يجب أن يكون هناك انتزام بقرارات وقف اطلاق النار في 1954 القاضي بإدخال المساعدات وأخراج وفك الحصار والإفراج عن المحتجزين أيضا القرار المتعلق بالانتقال السياسي عبر المفاوضات هذا ما نتمنى الحقيقة لكن هل سيستجيب النظام بوجود إرادة جدية بوجود رسائل قوية النظام سيجد نفسه وجه لوجه مع ضرورة الانخراط بالحل السياسي إلى الآن أقول الحقيقة النظام لن طالما هذه الضربات لم تأتي على النظام ولم تكن مباشرة بهدف سياسي يجب تحقيقه فبالتأكيد النظام سيتعامل معها بطريقة يعني يحسب لها حساب قد لا يستخدم الكيموي ولكن يستخدم أسلحة أخرى لتحقيق هدفه وهو الإمعان بالحل العسكري وحصولا إلى إخماع هذا فيما يتعلق بالنظام حلفاء النظام اليوم نتحدث عن ردود فعل طبعا من الدول الداعمة للسوريين للمدنيين للثورة ومن طبعا حلفاء الأسد دول عربية كثيرة رحبت الموقف السعودي كان أول موقف عربي رسمي يساند المثابرة هذه بدعم السوريين بالمقابل طبعا على رأس حلفاء النظام نتحدث عن روسيا بوتين باختصار قال بأن الضربة هي عضوان على حد تعبيري على دولة ذات سيادة كيف سينعكس هذا الموضوع على الحلفاء إنما تحدثنا على الروس والإيرانيين انطلاقا مما قاله وزير خارجية فرنسا بأنه على الروس والإيرانيين أن يفهموا أن دعم الأسد بلا معنى الواقع ما أشار إليه الوزير الفرنسي يؤكد هذا المعنى يعني الآن الروس شعروا أن هناك إرادة جدية دولية من حلف الناتو بأن لا يسمحوا للأسد بأن يحسب المعركة لمصلحته وبالتالي أن يستخدم هكذا أسلحة تثير الرعب وتدفع الثوار إلى الاستسلام إذن هناك قرار دولي هناك ممارس لضغوطات تمنع الأسد من تحقيق أهدافه العسكرية بإخماد الثورة أو بالتوصل إلى تسويب على الطريقة التي يريدها من مصالحات داخلية أو اتفاقيات داخلية أو استسلام أو تهجير كالذي يجري الآن أصبح هؤلاء الحلفاء على وعي كامل أنه لا ينفردون في المشهد في سوريا يعني إذا كانوا سابقا يظنوا مع وجود إدارة أوباما أنهم قادرون على الانفراد بالمشهد الآن لا اختلف هناك مفاجآت قد تأتيهم كما جاء في تقريبكم لم يكن الكثير يتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بهذه الضربة هل من مفاجأة ممكن أن نتوقعها منهم من الحلفاء هل ممكن أن نتحدث أو تتوقعون تغييرا في المشهد بالكامل من خلال هذه الخطوات للإدارة الأمريكية الجديدة يعني من المبكر أن نقول أن هناك تطورا أو تحولا جذريا قد يحصل لكن نقول أن ما حدث يفيد في هذا الاتجاه خطوة على هذا الطريق عدم انفراد الروس وحلفاء الأسد بالمشهد في سوريا جرائب الحرب التي تمارس الآن هناك رقابة دولية عليها المجتمع الدولي قرر أن يأخذ دوره أن يتدخل في الإجراء ضربات تأديبية للأسد وزجره عن الاستمرار بهذه كل هذه المسائل تدعم عملية تدعم برأيي أنا تدعم عملية الانتقال السياسي تدفع باتجاه عملية الانتقال السياسي النظام سيريد نفسه وجها لوجه مع استحقاق الانتقال السياسي الذي كان تهرب منه سنوات سبع طيب بعد هذه الضربة اليوم دكتور هشام إلى أي درجة نتحدث عن تغيير في التعامل مع ما يحدث يعني وزير الخارجية الفرنسية أيضا اعتبر بأن هذه الغراط مجرد تحذير وخاصة إذا انطلقنا مما صرح به ترامب فيما يتعلق بالمدنيين بأنه يقوم بسفك دماء قوات الأسد تقوم بسفك دماء الأبرياء من النساء والأطفال العزل هذا إلى أي درجة يعني بأن الموضوع ليس متعلقا فقط بموضوع الكيماوي هذا الفعلا ما يمكن توقع كما قلت الأصبح الآن المشهد ليس أحادي الطرف المجتمع الدولي بقيادة الأمريكية أصبح مستعدا ودخل فعلا بإجراءات عند اللزوم وفق السياسة والتخطيط الذي يراها والخطة التي يراها الدفاع ليس فقط عن الكيماوي الجرائم الحرب التي ترتكب الآن سيعيد الأسد حسابه قبل ارتكاب قبل الإقدام على ارتكاب هذه الأجرائم يعني حكاية أن البروباغندا الكذب الذي كان يعيش ويعتاش عليه نظام الأسد وحلفائه الروس من قبيل أن هناك ضرب أو استهداف لمقار كيماوية لمعارضة أو لإرهابيين أصبحت الآن هذه الكذبات مفضوحة وغير مقبولة ولذلك من الممكن جدا أن نجد أنفسنا أمام تطور نرجو أن تتجه هذا التطور أن تكون بوصلته باتجاه الحل السياسي أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة من جدا دكتور ريشامر وعضو اللجنة القانونية في الاتلاف الوطني السوري شكرا